ينضم إلينا من لندن مراسل الغد ومحمد الفنيش محمد عامبت معنا في نشرة الأخبار لبريكسيت بريطانيا يفترض أنه يصب في مصلحة البريطانيين لكن لماذا هناك مخاوف بريطانيا اليوم من أن القيود الجمركية الجديدة التي يفرضها البريكسيت سوف تسبب أزمة غذائية في بريطانيا نعم نبيل هذه رؤية رئيس الحكومة البريطاني بورس جونسون الذي قال أن بريطانيا تتقدم اقتصاديا خاصة على مستوى الاستثمار في خطابه يوم أمس لكن على مستوى الواقع وبلغة الخبراء الاقتصاديين هنا في المملكة المتحدة ينبهون إلى أنه يمكن أن تكون هناك بعض العوائق في تأخير في وصول السلة خاصة المرتبطة بالمواد الغدائية نحن نعلم أن المملكة المتحدة تستورد خمسة أضعاف من الاتحاد الأوروبي مقارنة مع ما تصدره إلى الاتحاد وبالتالي هناك ناقوس خطر أو تخوف من ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة المؤيدون للحكومة يرون أن بريطانيا الآن أصبحت متحررة من قيود الاتحاد الأوروبي وأنه لديها شركاء دوليون آخرون خارج الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا تخوف من هذا المجال المعضلة الكبرى هي تكمن في الإرلندا الشمالية التي تحافظ على وضعية ملائمة مع الاتحاد الأوروبي وهي في ذات الوقت جزء من تراب المملكة المتحدة وبالتالي تستفيد من الطرفين لكن كلا الطرفين نتحدث عن المملكة المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي يحاول أن يدافع عن مصالحه وأن لا يكون ضحية التوافق داخل إرلندا الشمالية وبين هذا وذاك يتضرر بعض التجار الخبراء كذلك أشاره لأنه ممكن أن يتضرر من النظام الجمركي الجديد التجار الصغار على اعتبار أن لا يملكون قوة اقتصادية تجارية كبرى للتحرك بالشكل السريع إن كان هناك مخاوف من نقص بعض السلع لتأخر الإمدادات الغذائية القادمة من أوروبا إلى بريطانيا هل هناك مخطط لدى الحكومة البريطانية لتوفير أي نقص محتمل؟ المؤيدون للحكومة نبهوا إلى ضرورة ترفع من عدد الموظفين أكثر من ألفين موظفين يجب أن تكون في هذا المجال لنتحدث عن النظام الجمركي الجديد الحكومة تلزم كل التجار بوضع الوتائق الإدارية لدى الجبارك على الأقل أربع ساعات قبل أوصول البضاعة لكن هذا الأمر نبه له الخبراء هنا بأنه لا بد من رفع من طاقة الموظفين على الأقل لتسهيل العملية ناهيك عن التشنج القائم على البوابة البريطانية نتحدث عن فرنسا بشأن المهاجرين وبالتالي يبدو أن مثلا في عياد الميلاد وفي نهاية السنة تعرض المسافرون البريطانيون بالسيارات لمضايقات من طرف الشرطة الفرنسية على اعتبار أن بريطانيا باتت ما تسمي فرنسا دولة ثالثة وليست دولة داخل الاتحاد الأوروبي وبالتالي يبدو أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من طرف البوابة الفرنسية على الأقل مرحليا لكن بلغة الحكومة البريطانية ترى أن لديها بدائل وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا شكرا لك من لندن مراسل الغد محمد الفنيش